أعظم المنجيات الصدق مع الله وهذا هو المقصود من الحديث كله لأن الحاقل إذا رزقه الله فهم الوحي ماذا يفهم؟ هذا رجل قليل الفقه بدليل أنه أمه على الباب ثلاث مرات ويقدم عليها صلاة النافلة واجتمع عليه أمران الأمر الأول تتعرض له امرأة حسنى وتهبه نفسها وهذه فتنة وأي فتنة والأمر الثاني أن أمه وهي أضر الخلق به دعت عليه لم تدعو له دعت ماذا؟ دعت عليه فاجتمع عليه دعاء الأم ورؤية بغي حسنى لا تبالي بالفاحشة وقلة الفقه ومع ذلك هذه الثلاثة نجاه الله لم يقع في الفتنة نجاه الله لماذا؟ لا لفقه ولا لدعاء أمه ولا قطعا صنيع البغي لأنه كان صادقا مع من معك لا تبالي بالفاحشة ما يمكن أن تسأله ربك أمراه أمراه والله يقول هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم كما أن الصدق مع الله أعظم المنشيات فإن الكذب على الله من أعظم الموليكات فإن الكذب على الله إعاذا بالله من أعظم من أعظم الموليكات بالتداき pasado أعظم المترجمات أعظم المنشيات ترجمة نانسي قنقر